وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم جوج 23350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفية منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي فقد تم تأجيله إلى مجلس حكومي مقبل نحن نقدر الانتظارات نحن نقدر الانتظارات ونعي حجم الانتظارات المعقودة على هذا المرسوم لأنه سوف يقدم مساعدة ولا إعانة مباشرة لهذه الأسر لكي تقتني السكن ديالا كل ما في الأمر هو أنه تم تأجيله فقط لسبب يتعلق بالأجندة وإذا انتبهتم في البلاغ هذا المجلس الحكومة قلنا بأنه سوف تتم المصادقة عليه في الاجتماع لمجلس الحكومي المقبل معرف المقبل ماشي ماشي اجتماع يعني الاجتماع الحكومي المقبل لا مكنت حاجة فهذا يعني نعي الحجم ديال هذا وهو في الحقيقة هو عمل كبير اللي قمت به الحكومة واللي غادي يعطي مساعدة خاصة للأسر التي ترغبوا في اقتناء السكن الرئيسي ديالها قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الاعجاب